جربتوا تعملوا عيش الالوان يطلع احمر بالشكل الحلو ده كده او اصفر بالجمال اللي قدام حضراتكم ده كده تعالوا مع بعض نجرب ونشوف هتطلع معنا في الاخر عاملة ازاي اهم حاجة نصال على النبي صلى الله عليه وسلم هنا جبنا الدقيق وجبنا شوية لبن كده شوية مادافيين وحطينا معلقتين كركم وقلبنا وحطينا الشكل الاصفر وفوق منه الخميرة الفورية معلقتين وطبعا بنحط شوية سكر ويا سلام بقى لو في شوية زبدة كده حلوين بنحطهم برضه مع العجينة ونبدأ بقى نقلب لما ايه كله الاول يدوب في بعضه وبعد كده نبدأ نعجن العجينة في عجالة كده ونبدأ نعجن كويس لما تتمسك معنا وتدينا القوام اللي احنا عايزينه طلعت معنا بالشكل كده لازم نريح العجينة شوية زي ما انتوا شايفين كده وبعد كده ناخدها نفردها بقى بطريقتنا الحلوة كده اهو بنفرد ونحط على الطاولة والاحمر نفس الطريقة ايه هو اللون الاحمر ده بدل ما تشتيروا لون من عند العطار احنا تكلمنا على فوائد البنجر قبل كده بنجيب بنجرايا ونقطعها ونسلقها في مياه لما تديني اللون اللي انا عايزه تمام او اسلقها واضربها في الخلاط وابدأ اخد العصير بتاعها وابدأ اعجن بيه يبقى لا صفر الكوركم والاحمر بايه بالبنجر سلقنا البنجر ضربناه في الخلاط وبدأنا نعجن بيه العجينة بنحط ممكن شوية زبدة وشوية لبن مع العجينة عشان تدي غزة وشكل كويس بنرش حبة البركة برضو ما تنسوش والسمسم قبل ما ندخلها الفرن كده بشوية مياه يطلع معانا العيش في النهاية اه مشكل وحل وكده لو عايزين تظهروا اللون اكتر من كده واحنا بنفرد العجينة ما نكترش عليها دقيه يعني ما نفردهاش ونرش على وشها دقيه زي العيش اللي بيض تمام للي لما نحط عليها دقيه كده وحنا بنفردها بنكتم اللون فبلاش دقيه نرشه ونفردها بشكل كويس احنا بنبدأ نجرب ونعمل حاجات حلوة فيها فكرة وفيها برضو فايدة الكوركم برضو مفيد والبنجر مفيد لما ندخله مع العيش اهو بيطلع معانا من الداخل شكله حلو قوي طيب احنا بنحب العيش البلد عمتا ان شاء الله باذن الله عامل لحضراتكم فيديو عن العيش البلدي بتاع الارياف موجود باذن الله هينزل على اليوتيوب لو بتشوفونا على اليوتيوب لاول مرة اشتركوا في القناة وتابعوها عشان ان شاء الله هننزل كل جديد وكل حاجة حلوة بنعملها في المطاعم وفي الارياف وفي الفنادق وفي كل مكان هننزلها لكم باذن الله على اليوتيوب قناتكم المفضلة قناة الشيف رضا شعبان فودا دايما يا حبيب قلبي في الاخر بنطلع بثمرة الفيديو وهي ذكر الله والصلاة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم نذكر ربنا بالاستغفار ولا حول ولا قواته الا بالله ودايما نصلى على سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل لايك وانتبعونا وانتبعونا كده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك ومستنى رأيكم في التعليقات الى ان ألقاكم دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة